نتعرف على تفاصيل أكتر معنا على تليفون دكتور مهندس أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير السحل الشمالي الغربي صباح الخير على حضرتك يا شبانت صباح الخير عليكم على مصر الكريمة لما نيجي نتكلم عن المراحل المستهدف من خلالها تنفيذ مشروع على الطريق الخرساني المزدوجي الجديد اللي رابط ما بين مطروح وسيوى لو حركت قولنا تفاصيل هذا المشروع طريق مطروح سيوى مش مجرد طريق عادي ده حلم من أحلام مصر تحقق في الجمهورية الجديدة لما نكون بنتكلم على مسلس تنمية هيكون مطروح سيوى الجارة ده قادر على استعاب ألاف من فرص العمل وسحب الخيرات اللي موجودة وكانت العشرات السنين موجودة بعيد عن نظر الدولة فالدولة اهتمت بالمكان ده الطريق ده قديما كان بيصمى طريق الموت السيحة طبعا منتشرة عندنا في سيوى أكثر من 20 مليار من الملح السخي موجودين عايزين طبعا يطلعوا للتصمية ويطلعوا للتصدير فكان الطريق القديم مش قادر يستوع بالحركة ولا الحمولات فاحنا بدأت الدولتها من الطريق بطول 300 كيلو متر يصل بالمطروح لسيوى الطريق ثلاث حراط من الخرصانة جميع الحركة بتقدر تمشي عليه الطريق كمان السنال ست قطاعات علشان سرعة العمل واستهدفنا لما نيجي نبدأ أول قطاع وأسرع قطاع هو القطاع اللي في النص اللي هو القطاع الثالث من كيلو مية لكيلو مية وخمسين لاني لقينا ان ده كمان أكتر قطاع كان بتحصل فيه حوادث على الطريق القديم مجرد من تهينا فتحنا القطاع للاستخدام للقادم من سيوى الطريق يعمل حاليا انطلقت الإشارة مبارح طبعا بممناسبة أعياد مصر كريمة الطريق كان القطاع ده الواحد وتكلفته للستثمارية 420 مليون جنيه 10 تلاف صن شهريا من الأثمان أكتر من 100 معدة ومركبة لكل قطاع شركتين في القطاع الواحد فالحمد لله ان احنا انجزنا القطاع ده في الوقت ده وحاليا يعمل وقريبا في قطاع تاني ان شاء الله هيدخل الخدم دكتور أموني حضرتك قلت الطريق اللي كان وصل ما بين مطروحه سيوى زمان كان بيسمى بطريق الموت دلوقتي احنا أمام طريق خرصاني مزدوى الجديد حابين نوضح أكتر للسيدة المشاهدين العائد اللي حيعود إلى أهلنا في سيوى منطقة بكري فيها استثمارات وتنمية زراعية سياسة الدولة والحكومة في الفترة الأخيرة بتركز على هذه المنطقة أو على مثلث التنمية اللي ممكن هذا الطريق يحققه لدعم التنمية في الجنوب وتحديدا في سيوى والطريق مش هيقود فقط على أهل سيوى ده هيقود على مصر كلها لأن سيوى موجود فيها خيرات موجود فيها السياحة تبدل السياحة مكان متفرد عالمين بالسياحة لما يكون عندي كميات الملح الصخر الموجودة لما يكون عندي بديل تكتشف هناك رخام ده عايز يمشي على طريق قادر على شيل الشمولات العالية وعندي مينة جديد بيتامل في أقصى الغرب المينة الجديد مينة جربوب الجديد حتى لو أنا هروح أسكندرية كده الشحنات التقيلة اللي كانت بتمشي على الطريق القديم بتسبب ضمار سريع ليه كمان الملح كان بينزل على الأسفل طبعا ما بيقدرش يقاومه إنما الطريق الخرصاني ده بيقدر يقاوم المواصفة بتاعته هي أعلى مواصفة موجودة أعلى كود إحنا مش بس بنفتخر إن ده طريق إحنا بنفتخر إن بلدنا في أقصى الصحراء الغربية اتجهد إن هتعمل هذا الطريق بهذه الإمكانيات 12 شركة مرة واحدة قطاعات من الخرصانة 6 قطاعات العمل شغال بحيث إن إحنا ده أول قطاع طبعا وراء قطاع تاني ومازال العمل بيجري إحنا عندنا لكل 11.000 طن بمعدل 60.000 طن في الشهر كل شركات شغالة معنا شغالنا عمالة كتيرة جدا طبعات الأساس كلها مستوعبة أكتر من ألف راجل يوم شغالين عندنا أكتر من 300 معدة شغالين على الطريق طبعا فرص عمل مش فقط سيوى ومطروح ده فرص عمل لمصر كلها المنطقة الغربية دي الكل كنوزها هتطلع لخير مصر إن شاء الله في العام الجاي مستهدف إنهاء عمال طريق الخرصاني المزدوج الجديد الرابط بين مطروح وسيوى خلال وقت قدقين إن شاء الله إن شاء الله على أول 26 هيكون كل القطاعات اكتملت السنة دي إن شاء الله ده أول قطاع 50 كيلو في خلال شهرين هيخش 50 كيلو كمان ونأمل قبل آخر السنة أول 25 مندخل قطاع تالفة كده يبقى نص الطريق والفترة القادمة القطاعات تبدأ تباعا تدخل في الخدمة إنما كل مقطع بيجهز بيتفتح للناس سرطا على السلامة والتنمية أكتر والدفع للسياحة وبدء السحب خاصة مع مينة جربوب جديد اللي الرئيس يتريس السطح قريبا منه مرحلة فكل ده إن شاء الله هينشط الحركة المنطقة الأربية هتبدأ تطلع بكنوزها واتبان على الخريطة الاقتصادية المصر إن شاء الله هل في تصور دكتور أمون لتقديم خدمات على الطريق وكمان عايزة أسأل حضرتك فكرة الصيانة الدورية والشروط الخاصة بالمرور على هذا الطريق طبعا في جنس منطقة النص عملنا كافتاريا دي على بعد 145 كيلو فيه كافتاريا جديدة بتعمل فيه بقى اتنين كافتاريا إن شاء الله ثاني من المتصور منهم يدخل لخدمة فيه محطات وقود منتشرة موجودة سواء على الطريق الأديم لأنه فيه ربط الطريقين موازين لبعه فكل طبعا جميع الخدمات موجودة على الطريق بالنسبة للصيانة طبعا الطريق الخرصانة معروف أنه هو بيتميز أنه قليل الصيانة حتى بنعمل ضمان على الأعمال بلا يقل عن 3 سنين الصيانة بتاعته بتكون أقل قد يكون تكلفته أعلى ولكن هو صيانته أقل قادر على مقاومة العوامل الجوية كمان نتفزناه بطريقة إن احنا أطاعنا كل ما هو كان ممكن يوعيق الطريق بحيث الطريق ما يرتفعش وممكن الأمطار تتعابلوا ما بيتأثرش كثير من المطر بالعوامل الجوية طبعا اللي بتختلف بين ارتفاع الحرارة والنقصاد البرودة ثلاث حرارات واسعة في أماكن للانتظار السيارات من وشمال اتعاملت مصادات من نيوجيرسي لعدم حركة الرمال أو تعوق حركة بعد الجمال في الأماكن اللي ممكن كانت بتطلع بلكده على الطريق وتسبب حوادث فإن شاء الله كل أهلنا في غرب المطروح وكل المرسادين لثيوة وكل محبي ثيوة على مستوى العالم بندعوهم في جديد في ثيوة في طريق متنفس بأعلى مواصفة للطرق موجود يستوعي تكافة أنواع الحركة الطريق مش فقط العربات النقلة التقيلة لا ده العربات التقيلة والعربات الصغيرة والقطوبسات السياحية فإحنا بنرحب بالجميع على أرض مطروح وسيوة سيوة منجم من مناجم السياحة سيوة طبعا الشهرة بتاعتها كانت تحتاج أكتر من كده وإحنا مستمرين في العمل إن شاء الله حين انتهاء المشروع الضهر واحد من المشكلات اللي بتواجه كتير من الطرق هي عدم الصيانة يمكن حركة لسه بتقولنا أن هذا الطريق الخرساني الصيانة فيه مش هتكون تكلفتها عالية لكن إحنا حطين خطة للصيانته بحيث أنه يستمر معنا أطول فترة هل فيه كمان يعني مواصفات للعربيات بحيث أن إحنا نقدر نحافظ على الطرق الحمولة السرعات كل بقى الحاجات دي هل فيه مواصفات معينة لتحميل السيارات عليه؟ طبعاً إحنا عندنا الكود المصري اللي بينص على السرع وبينص على الحمولات الطريق ده متصمم على أقصى حمولة موجودة على الكود المصري الطريق طبعاً إحنا محددين عليه السرع حالياً بمئة كيلو متر للساعة للثلاث حرات طبعاً الطريق تفتح تشغيل تجريبي من بارح فاعيات سيناء كمان هو قادر على التعامل على أنواع الحمولات كمان هي دي كانت بسبب مشكلة اللي كان بيتسقط منها الملح اللي كان بيتسقط منها مواد محجرية الطريق قادر على التعامل معها احنا متواجدين على الطريق لمدة ثلاث سنين كمان قادمة إن شاء الله بضمان أعمال وبعد كده ماذا؟ هتستمر معنا لها العمل الطرق الكباري لتسلم المشروع في أعمال الصيانة وطبعاً الطريق كمان استهدفنا المناطق اللي كان فيها مشاكل زي منطقة مدخل الجارة منطقة بير النص أضعناها بأعمدة إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية فاحنا مستمرين ومرأبين الطريق كويس وإن شاء الله لأن ده مش مجرد طريق ده شريان حياة ده طريق أمل في المنطقة الغربية كلها كانت بتنتظره لعشرات السنين اتحقق أخيراً في الجمهورية الجديدة فده حلم احنا بنشكر القيادة السياسية عليه بنشكر بلدنا إنها حسد بالمنطقة الغربية وإن المنطقة دي كانت تحتاج ولم تبخل الطريق تكلفة 4 مليار جنيه القطاع الأول اللي تنفذ منه ده 420 مليار جمان حجم فرص العمل اللي كانت مطروح بتشتكي من قلة فرص العمل كل العمالة طبعاً عمالة مصرية كل الشركات شركات مصرية شريان للأمل والحياة في الصحراء الغربية وبيربط سيوى وأهل الجنوب كله بالشمال بمطروح بشكرك شكراً جزيلاً على كل هذه المعلومات وتحية لكل القائمين على هذا المشروع المهم والعملاق مشروع طريق سيوى مطروح الخرساني دكتور مهندس أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغرب بشكرك شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً